بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمال اللي ما بدأناه بالفيديو السابق واللي حتناه عن الأمر الأول اللي هو الافتراس والاختطاف الأمر الأول من خمسة أشياء مهمة يجب على الباحث أن يتأكد منها قبل أن ينشر بحث في مجلة مصنفة ضمن مستوعبات سكوبس اليوم إن شاء الله ناخذ الأمر الثاني المهم وهو سنوات التغطية والسايت سكور طبعا بالبداية خلي نفهم شنو المقصود بسنوات التغطية وشنو المقصود بالسايت سكور هسا عندنا هاي مثلا مجلة في سكوبس من نجي على سكوبس كوبرج ييرز يعني سنوات التغطية ضمن سكوبس يعني بما معناه أنه هذه المجلة بهذه السنوات هي خاضعة لمعايير ومقاييس مستوعبات سكوبس واضح؟ بعدها يحدد لك السنة اللي كانت بها هاي المجلة قلنا خاضعة لشروط وسياسات ومعايير سكوبس فينطيك مثلا هسا هاي المجلة يقلك من سنة 2009 شنو المقصود بالسايت سكور طبعا هذا عندنا السايت سكور من نجي هنا ننقر راح يشرحنه هو شنو السايت سكور يقل لك سايت سكور يعني السايت سكور هو يقيس متوسط الاستشهادات المقصود بي الاقتباسات اللي ياخذوها الباحثين الآخرين اللي تتلقاها البحث اللي يصدر في عدد أو سلسلة معينة يعني من يصدر عدد معين من مجلة يجي باحث ثاني يجي ياخذ استشهادات أو ياخذ اقتباسات أو ياخذ معلومات من هاي المجلة فممكن انه السايت سكور يقيس لك عدد أو متوسط الاستشهادات اللي نخذت من هاي المجلة هس وضحنا شنو السنوات التغطية وشنو السايت سكور طبعا بالحقيقة والواقع يعني صراحة جاي ألاحظ يعني بعض النقاشات اللي صير في القروبات الخاصة بالترقيات العلمية فيما يخص سنوات التغطية والسايت سكور يعني بعض الأساتف الكرام يقول انه لجان الترقيات حتى يعني تمشي المجلة اللي هي مصنفة ضمن سكوبس لازم تكون سنوات التغطية مالتها يعني من السنة الفلانية إلى الوقت الحاضر واضح حسن مثل ما شوفون هنا إلى الوقت الحاضر يعني اذا كانت فرضا لل2019 فهاي المجلة ما ماشي هذا أول شيء الشيء الثاني السايت سكور لازم يكون من واحد بالعشرة صعودا يعني هسا تشوفون جنابكم هنا هاي المجلة سايت سكور مالتها خمسة بالعشرة فلازم واحد بالعشرة صعودا يعني هذا الكلام سواء كان اجتهاداء الشخصية أو كانت بيعني أوامر أو تعليمات يعني صراحة أنا ما أعرف بس اللي ممكن أقوله انه خلنتناقش بهذا الموضوع يعني هل انه كل المجلات اللي ما موجود بها present هي مجلات خارجة من تصنيف سكوبس والسؤال الثاني هل كل المجلات اللي السايت سكور مالتها صفر هي يعني ما بها سايت سكور فبالقادم من المحاضرة إن شاء الله احنا نحاول نجاوبها السؤاليا ونخلي الحكم لجناب الباحث بأنه يقتنع بالكلام أو لا يقتنع أول شي نيجع على سنوات التغطية بالنسبة لسنوات التغطية مثل ما شرحنا احنا بالبداية وقلنا هاي السنوات التغطية هي يعني خضوع المجلة لمعايير ومقاييس وإلى آخره اللي تريدها مجلات اللي تريدها مستوعبات سكوبس يعني هساني فرضا لو لقيت مجلة من الالفين وتسعة إلى الالفين وتسعة يعني مو إلى الوقت الحاضر هسا بالنسبة للمجلات اللي الالفين وثمنتعش فما دونها احنا منسول بها يعني نهائيا قضيتها واضحة إنه هي منقطعة أما أنا أحكي هسا على المجلات اللي التغطية مالتها إلى الالفين وتسعة عش هاي المجلات يعني إذا شفت المجلة أنا تغطيتها الالفين وتسعة عش نهاية أتركها لا مو نهاية أتركها هاي القضية بيها أمريا إذا المجلة تغطيتها إلى الالفين وتسعة عش بيها أمريا قلنا الأمر الأول هل إنه هاي المجلة اللي هي لسنة الفين وتسعة عش هي منزلة بحوث بسكوبص بالالفين وعشرين أو لا إذا هي الحد مالتها مالت تغطية للالفين وتسعة عش وبحوثها حدها للالفين وتسعة عش يعني هسا نروح مثلا على هنانا احنا هاي المجلة عندنا هسا للالفين وتسعة عش نمشي على سكوبص كونتنجد كيفيريج نلقيها منزلة بالالفين وتسعة عش يعني بالالفين وعشرين ما منزلة إذن هاي المجلة وهو هذا الأمر الأول هاي المجلة سكوبص جاي يدرسون بكونها تبقى ضمن التغطية أو لا يعني ممكن تبقى وممكن تخرج واضح زين الأمر الثاني أكو بعض المجلات يمكن هذا المثال الثاني أكو بعض المجلات هسا عدنا هاي تغطيتها منين من الالفين وثمانية إلى الالفين وتسعة عش أجي أتأكد منين من الكونتينت مالتها من السكوبص كونتينت كابيريج شألقيها ألقيها منزلة بالالفين وعشرين زين إذا هي منزلة بالالفين وعشرين يعني معناها التغطية مالتها مستمرة يعني سكوبص جاي تفهر يصبحوث هذه المجلة في مستوعباتها بسنة الالفين وعشرين زين ليش سكوبص كاتبتها إلى الفين وعشرين ببساطة لأنه سكوبص تحدث معلوماتها بالسنة مرتين وطبعا تعرفون أنتم مستوعبات سكوبص بها يعني ما يزيد عن عشرين ألف مجلة فممكن بعض المجلات مثل هاي يعني بعدها معلوماتها غير محدثة يعني هسا المفروض من يجون وحثون لازم يقولون إلى الوقت الحاضر شنو الدليل؟ الدليل أنه منزلة منزلة بالالفين وعشرين منزلة بحوث إذن هاي تغطية المستمرة إلى الالفين وعشرين زين ليش كاتبين هنا لالفين وعشرين لأنه قلنا ببساطة الجواب لأنه سكوبص بعده ما محث معلومات هاي المجلة هسا تتقول لي هذا الحجم مين جبته أقول لك الحجم جبته أنا شخصيا رسلت سكوبص هم اللي يفهموني بهذه القضية خلنا قرأ السؤال مالتي يعني قلت لهم لما تغطية المجلة هي للالفين والسطعش وليست للوقت الحاضر ما هذا شنو معناه يعني شنو معناه طبعا هذا الحجم أنا ويسكوب أسعدهم فتخيار الشات المباشرة أنا سويتوا ياهم شات مباشرة فهم جاوبوني قالوا هذا يعني هذا يعني يعني إذا مجلة بيها الكفرج للالفين واسعة عشر شمعناها إنه الكفرج شبيها فقط للالفين واسعة عشر زيان هاي إشيا هنه المجلات اللي اللي ما منزلات بحوث بالالفين وعشرين مثل هذا المثال اللي عندنا هسا هاي المجلة شبيها ما منزلة بحوث بالالفين وعشرين إذن قلنا هاي موضع شيك بعادة يعني سكوبص يدرسها زيان شقايل لي بعدين قايل لي بات the information might not be up to date ولكن مرات إحنا ما نحدث المعلومات واضح بعدين إيش قالوا لي قالوا لي the information that you are seeing in scobus might not be updated يعني المعلومات اللي انت تشوفها بصفحة scobus مراتية ما محدثة يعني مثلا بناخذ هالمثال هس احنا يعني قلنا إنه المعلومات ما محدثة ليش لأن عندنا دليل عندنا بالالفين وعشرين مثل ما تشوفون المجلة منزلة بحوث واضح خلي نكمل حتيهم since the data is update every twice a year وإحنا دائما شنسوي هما يقولون scobus إحنا دائما المعلومات مالتنا أو المعطيات أو المعلومات أو الdatابيس نحدثها twice a year مرتين بالسنة فهسا الخلاصة افتهمنا بأنه إذا المجلة تغطية مالتها الكفرج لحد لالفين وتسعة عاش فعدنا أمرين الأمر الأول ممكن إنه المجلة تحت المراقبة أو تحت الشك من قبل scobus بأنه تبقيها أو تخرجها من تغطيتها هاي المجلة شلون أعرفها إنه تحت الشك والتغطية إذا هي بالالفين و سعطع عاش وما منزلة بحوث بالالفين و عشرين أما إذا الأمر الثاني إذا عدنا مجلة هي يعني التغطية مالت للالفين و سعطع عاش ولكن هي منزلة بحوث بالالفين و عشرين مثل ما شوفون فمعناه إنه scobus ما محدث معلومات هاي المجلة لأنه حقق إنه يحدث المعلومات مرتين بالسنة القضية اللي أريد أنبه عليها إنه scobus إذا أريد يطلع في المجلة من تغطيتها يعني هم يعني ليستحون ليختشون رأسا يقول لك هاي المجلة خارج عن التغطية هذا المثال اللي عدنا هاي المجلة هسا شوفونها آآ قايل لك coverage discontinued in scobus يعني شنو التغطية مالتها انقطعت من scobus هسا أتمنى إنه قضية السنوات التغطية صارت واضحة آآ إحنا الماشي يعني والشائع ما بين الأوساط العلمية يعني ينقلون إنه لجان الترقية ما تقبل إلا المجلة تكون إلى الوقت الحاضر مثل هذا المثال لكن احنا ناقشنا وقلنا الأمر عائد لكم إنه تقتنعون بالكلام أو لا هسا نجي على site score طبعا مثل ما يعني نوهنا إنه يشاع ما بين الأوساط العلمية نقلا عن لجان الترقيات بأنه المجلة اللي site score مالتها صفر تعتبر ما بيها site score زين احنا خلينا ناقش يعني وقلنا الأمر عائد لجنابكم إنه تقتنعون بالكلام أو لا طبعا المجلة اللي ما بيها site score سكوبس يكتبون عليها بدل ما يكتبون هذا الرقم صفر يكتبون ن اي يعني معناها not available يعني لا يوجد يعني هاي المجلة ما بيها site score وإحنا فهمنا شنو site score فهمنا إنه site score هو الاستشهادات اللي ياخذوها الباحثين من أحد بحوث هاي المجلة واضح فلما يقل لك not available ما موجود يعني معناه إنه ما أحد أخذ استشهاد من هاي المجلة يعني من بحوث أحد أعداد هاي المجلة زين هسه همطينا هنا site score بال2019 هو صفر إحنا نبهنا قلنا منعرف إنه هو site score قال معدل يعني هذا جاي ينطينا معدل يعني هاي مو معناه إنه ما كو site score زين شنو الدليل الدليل منه نروح على آآ site score tracker نضغط عليه هذا راح تطلع عندنا البحوث اللي يأخذ من عده استشهادات أو اللي اعتمدت كمصادر في بحوث أخرى ننزل للأخير راح نشوف بال2019 هسه يعني كناخذ مثال هذا البحث ما أخذ من عدة استشهاد واحد هذا البحث ما أخذ من عدة ثلاثة زين شلون آني هسه أقول إنه هاي المجلة ما لات صفر شلون أقول إنه معدل الاقتباسات من عدة صفر هاي ما أخذ من عدة هاي إذن بها سيت سكور لكن بعد ما صاعد المعدل بعد ما صاعد ما واصل للتقريب للواحد حتى يضيفونه واضح بعد زيادة على هذا الكلام من تجي للألفين وعشرين تشوف إنه أيضا المجلة اعتمدت أحد بحوثها كمصادر هذا البحث هسه معتمد كمصدر من قبل باحثين مرتين ما أخذين استشهاد من عنده مو آآ عندنا هذا البحث ما أخذين مرة فهسه صرنا على يقين إنه السايت سكور هو آآ المعدل اللي يسجل العدد الاستشهادات اللي ياخذوها الباحثين من بحوث هاي المجلة فإذا كان العدد صفر فمعناه إنه بعد ما وصل التقريب حتى يوصل للعشر إذا كانت المجلة ما أحد ما أخذ من عندها فالسكوبوس يعني هم ليش صحو اللي يختشون يقول لكم إنه هذا آآ 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 هسه يعني هذا الكلام يعني الأساتذة اللي يريد يقتنع به يقتنع به يقتنع به ما يقتنع به هو حر كل مجلة بيها آآ صفر فما أعلى يعني بيها سايت سكور أما إذا ما بيها سايت سكور فيكتبو لك ن اي هسه الكلام الشائع الاجتهادات الشخصية هاي بعد يعني كل من حر بتصرفه هسه إلى هاي اللحظة عرفنا شنو سنوات التغطية وعرفنا شنو السايت سكور طبعا سنوات التغطية والسايت سكور هو الأمر الثاني اللي لازم ينتبه له الباحث قبل أن ينشر في آآ مجلة آآ سكوبس إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون عن الأمر الثالث وهو هل المجلة منقطعة من اسكوبس أو لا إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر